بسم الله الرحمن الرحيم دال وها بناخدهم من المركز اللي اعطانيها را اللي هي نصف القطر تمام؟ نرجع على مثال ما معادلة الدائرة التي مركزها النقطة سالب 1 أربعة إذن مين دال؟ سالب 1 مينها أربعة وطول نصف قطرها ست وحدات إذن را هي ستة معناها أنا بكتب المعطيات المركز هو دالها سالب 1 أربعة ورا له نصف القطر ست وحدات إذن حسب المعادلة بعوض سين ناقص دال الكل تربيع زائد صاد ناقص هال الكل تربيع تساوي را تربيع مكان دال بعوض سالب 1 بتصير المعادلة سين ناقص الناقص 1 إحنا بنعرف إنه ناقص الناقص إيش بتصير؟ موجب وصاد ناقص هال اللي هي أربعة تساوي را تربيع اللي هي ستة فتصبح المعادلة سين زائد واحد الكل تربيع زائد صاد ناقص أربعة الكل تربيع تساوي ستة وثلاثين نيجي على تدريب ستة أربعطاش من الكتاب صفحة تمانية وخمسين بالفرع الأول بيحكي لي جدي معادلة الدائرة التي مركزها النقطة سبعة صفر إذن دال سبعة وها صفر وتمر بالنقطة سالب واحد ستة معناها أنا ما أعطاني را نصف القطر بس أعطاني نقطة هاي النقطة بتمر فيها الدائرة معناها أنا لما يعطيني نقطة بتمر فيها الدائرة بقدر أوجد إيش المسافة بين المركز وهاي النقطة والمسافة بين أي نقطة على الدائرة والمركز إيش بنسميها دائما حكينا را لهيا نصف القطر إذن باستخدام قانون المسافة بين النقطتين أنا شو رح أوجد را لهيا نصف القطر بعوض حسب القانون را بتساوي جذر سين 2 ناقص سين واحد لكل تربيع زائد صاد 2 ناقص صاد واحد لكل تربيع فتصبح جذر السالب واحد اللي هي سين تينين هيني سميتهم هون سين تينين سالب واحد صاد تينين ستة وسين واحد سبعة وصاد واحد صفر بعوضهم كلهم بهاي المعادلة بيطلع عندي راه اخر ايش جذر المية وانا بعرف انه جذر المية كم عشرة نيجي على المطلوب اللي هو طلبه مني اللي هو معادلة الدائرة معادلة الدائرة القانون اللي احنا اخذناه على الصورة القياسية لانه اعطاني المركز نقطة وما اعطاني المركز صفر صفر لما يعطيني المركز نقطة الاصل صفر صفر بستخدم الصورة الاولى اللي اخذتها من قبل هلا بما انه اعطاني المركز نقطة اذا بستخدم الصورة القياسية بعوض سين ناقص دال الكل تربية زائد صاد ناقص هالكل تربية تساوي راه تربية بيطلع عندي اخر ايش مكان دال سبعة ومكان هالصفر ورا عشرة اذا تطلع المعادلة سين ناقص سبعة لكل تربية زائد صاد تربية لأن الصفر خلص ما في داعي أخليها تساوي 100 وهو المطلوب نيجي للفرع الثاني الفرع الثاني شو بيحكي لي جدي إحدافي نقطة المركز وطول قطر الدائرة التي معادلتها سين ناقص خمس لكل تربيع زائد صاد زائد ثلاث الكل تربية تساوي 49 أنا إيش أعطاني؟ أعطاني معادلة على الصورة القياسية بدي أطلع منها دال وها وبدي أطلع طول نصف القطر دال وهالي هو المركز من المسألة بما أنها على الصورة القياسية أنا بعرف أنه هون لازم تكون دال مع السينات ومع الصادات لازم تكون ها بحدد إذن أنه السالب سوري أنه الخمسة هي دال تمام بس الها عليها مشكلة صغيرة أنه المسألة هون أو المعادلة هون مكتوبة صاد زائد ثلاث بس أنا بعرف أنه الصيغة هاي أو صيدة المعادلة هاي لازم تكون صاد ناقص ها معناها شو أصل الزائد؟ صاد ناقص السالب ثلاث معناها إيش ها؟ سالب ثلاث إذن ها كم بتساوي سالب ثلاث ودال بتساوي خمسة معناها المركز خمسة سالب ثلاث نيجي على را أعطاني أنه را تربيع تسعة وأربعين باخد الجذر للطرفين بتطلع را عندي سبعة بس هو ما طلب مني را يعني ما طلب مني نصف القطر طلب مني القطر معناها بضرب بتنين إذن القطر تنين ضرب سبعة والقطر يساوي أربعة عشر وحدة تمام؟ نيجي على فكرة شوي جديدة علينا اللي هي إنه أنا أطلب منك نفس المبدأ إحداثي إياي نقطة المركز وطول نصف القطر بس ما أعطيكي المعادلة على الصورة القياسية يعني شوفي كيف أعطاني شكل المعادلة سين تربيع زائد صاد تربيع ناقص ستة سين زائد تمانية صاد ناقص 11 تساوي صفر هنا شوي شكل المعادلة مو ظابط كيف أخليه على الصورة القياسية اللي أنا درستها نرجع لهذا المثال بس أفرجيكم شغلة صغيرة سين ناقص خمسة لكل تربيع لما أفكها مش لازم تسير سين تربيع ناقص اثنين في خمسة في سين زائد خمسة تربيع إذن هون كأنه أنا فكل المعادلة اللي على الصورة القياسية وخلاها على هذا الشكل تمام؟ بدي أحاول أجمع الحدود المتشابهة يعني أخلي السينات مع بعض وأخلي الصادات مع بعض وأشوف هل بقدر أحلل العبارتين هدول وأخليهم عبارة عن أقواس مضروبة في بعض بدي أشوف أولا المعادلة مش على الصورة القياسية شو أعمل؟ لازم أخليها على الصورة القياسية خليني أرتب صار الشكل بعد الترتيب سين تربيع ناقص ست سين زائد صاد تربيع زائد ثماني صاد تساوي سوري ناقص احداش تساوي صفر لسه ما نقلت الهداش تمام هلأ في هذا النوع من الأسئلة أنا لازم أخلي هاد عبارة عن قوس مضروب في نفسه يعني التحليل بس ما بينفع أحلل وأخلي يعني ما في عندي تحليل هون كامل أو ما رح يعطوني جذر كامل زي هون سين ناقص خمسة لكل تربيع مثلا طب شو أعمل؟ لازم أستخدم إكمال المربع تتذكروا إكمال المربع أخدنا الفصل الأول رح أستخدمه في هاي المسألة ولكن ما رح أعمل إكمال المربع مرة وحدة رح أعمل مرتين مرة على قسم السينات ومرة على قسم الصادة تمام؟ أول خطوة كنا نعملها بإكمال المربع أني أنقل الحد الثابت برة للطرف الأيسر عملت زائد 11 زائد 11 صارت الحداش على الطرف الثاني لهون خلصنا الخطوة الأولى الخطوة الثانية بإكمال المربع شو كنت أعمل؟ أنه أضيف سالب معامل سين على 2 لكل تربيع صح؟ شو معامل سين هنا؟ سالب 6 تمام؟ فسالب السالب 6 موجب 6 على 2 لكل تربيع يعطيني 3 تربيع يعني 9 إذن رح أضيف هنا 9 وعندي الـ 11 9 تمام؟ نيجي على الصادات ما كملت لأنه على الصادات نفس المبدأ رح أضيف سالب معامل صاد على 2 لكل تربيع أو يعني سالب نص معامل صاد نفس المبدأ وتساوي سالب 8 على 2 لكل تربيع اللي هي سالب 4 تربيع واللي هي 16 إذن رح أضيف 16 هون و16 على الطرف الأيسر اللي هو عند الـ 11 فرح تصير المسألة قسم السينات سين تربيع ناقل 60 زائد 9 تمام؟ لوحده زائد صاد تربيع زائد 8 صاد زائد 16 برضو لوحده وعلى الطرف الثاني 11 ضفنا لها 9 هون والـ 16 زي هون تمام؟ هلأ مش أنا وصلت لمعادلتين تربيعيتين شو بعمل فيهم؟ بحللهم رح يتحللوا لقوس مضروب في نفسه ليه؟ لأنه المميز لهاي المعادلة والمميز لهاي المعادلة صفر وأنا بعرف إذا كان المميز للمعادلة التربيعية صفر إذن لها جذر واحد أو لها حل واحد صح؟ عددين ضربهم 9 جميعهم سالب 6 إيش هم؟ سالب 3 في سالب 3 إذن تحليل هاي المعادلة هو سين ناقص 3 في سين ناقص 3 يعني سين ناقص 3 لكل تربيع تمام؟ نيجي على صاد تربيع زائد 8 صاد زائد 16 عددين ضربهم 16 جمعهم 8 شو هم؟ 4 و 4 يعني موجب 4 و موجب 4 إذن شو أصل هاي المعادلة صاد زائد 4 في صاد زائد 4 يعني اللي هو صاد زائد 4 لكل تربيع تمام؟ بجمع 11 و 69 و 16 بيطلع 36 إذا تتذكروا برضو بإكمال المربع كان لازم على الطرف الشمال شو يطلع عندي مربع كامل عشان أقدر أخذ جذر صح؟ بس هذا الطرف الشمال عندي في مسألتي هو را تمام؟ مو شرط يكون مربع كامل بس هو بالعادي رح يطلع مربع كامل تمام؟ نيجي هون صارت سين ناقص 3 لكل تربيع زائد صاد زائد 4 لكل تربيع وتساوي 36 أصبحت على الصورة القياسية اللي أنا درستها معناها بقدر أطلع المركز نعم المركز من هون دال 3 وها نفس ما حكينا بالمثال اللي قبل بما إنه هي أصلا موجب معناها أصلها سالب السالب أو ناقص السالب معناها كمها سالب 4 إذن المركز 3 سالب 4 ورا تربيع هي 36 إذن باخذ الجذر للطرفين تطلع عندي را تساوي 6 وهو المطلوب لهون تمام؟ يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر